أصف ما يليه واحد هذا السؤال هل كان محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يعلم يعلم مقاييس الغيوم والسحاب وأنواعها وما فيها وهو في بيئة تربى في بيئة قارية يعني إيه يعني الصيف حار جدا البرد شديد المنطقة اللي عيش فيها وتربى فيها الأمطار ما بين قليلة وندرة فأن له أن يعرف بهذه القاعدة الكلية للأمطار وهج زائد أعصير زوابع يتحول إلى معصرات لينزل السجاج السجاج هو المنصب المنهمر يبقى السؤال بيفرض نفسه هنا كيف لمحمد أن يعرف هذا في حين في حين إن وكالة ناسا تأسست عام 1958 ميلاديا بتقول المعرفة العلمية البشرية للغيوم حتى الآن متواضعة قليلة لسه لم نصل إلى يعني إلى الكم الذي يجب أن نعرفه مع هذا التطور العلمي الهائل الكائن كيف لمحمد أن يعرف هذا وفي العلم الحديث قاسوا أسطح المياه على وجه الأرض فوجدوها تبلغ تلتمية واربعين كيلو متر مربع سيدنا محمد قاس هذا عشان يعرف أن هناك سحاب ركام وستحول إلى أن يأتي معصرة هل كان في عهد سيدنا محمد المرصد الأوروبي الذي أنشئ بعد وكالة ناسا باربع سنين يعني تأسس سنة 1962 الذي رصد غيمة فوق الغلاف الجوي الغيمة الغيمة تحوي من المياه في هذه الغيمة المعصرات قاسوا ما فيها من ماء فوجدوها تحمل ماء يستطيع هذا الماء أن يغمر جميع المحيطات للي بتكلم بقى عن أزمة مياه أو خلافه ومياه عذبة على فكرة مش مياه مالحة لا مياه عذبة لا قل كم مرة كده مرة اتنين تلاتة تستطيع أن تغمر جميع المحيطات في اليوم الواحد ستين مرة تملاهم ودي سحب وحده ورصدوا غيرها الكثير والكثير إذن فأن لمحمد أن يعرف أن هناك وهج للشمس هو الذي يؤثر في تكوين الغيوم وليس كل ضوء الشمس قبت الوهج جامنين الوهج لم يعرف علميا إلا سنة 1307 في حين أن القرآن من 1400 وزيادة يتكلم بهذه القاعدة وترتيب السحاب في القرآن أعجب وأعجب ركام إلخ ثم في سورة عامة الموضع قبل الأخير ثم الصب بعد ذلك إذن فالقرآن يتكلم بهذه القاعدة فأن لهذه القاعدة أن توجد في عهد لا توجد فيه مراصد أوروبية ولا توجد فيه وكالات عالمية ولا أي شيء من هذه الأشياء السؤال يفرض نفسه وها هي القاعدة جعلنا سراجا وهاجا أنزلنا من الماء معصرات ماء ثجاجة سبحان من أنزل القرآن على عده ليكون العالمية هذه تذكرة لكل الناس على حد سواء بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن وعلاه بعد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأخير سلم تسليما كثيرا آمين آمين يا رب العالمين أعزاء المشاهدين إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم إلى حلقة الغد أترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته